اصابوه في رأسه لتكن رصاصته من القاتلة وليكن هو الشهيد اياد عمر سجدية 22 عاما من مخيم قلندية تصدى لاقتحام جنود الاحتلال ومن فوق احدى البنايات كان يرشق الجبات العسكرية بحجارته التي لم تخطئ رؤوس الجنود في اصابتها فيما لم يكن يعلم ان على قبالته احد قناصة الاحتلال وانه اصبح الهدف وصن المتوفي باصابة مباشرة وقاتلة في الرأس مع تهتك جميع عظام الجمجمة الحكاية بدأت بعد الساعة التاسعة مساء جيب عسكري يضم عددا من ضباط الاحتلال يتجرأ باقتحام المخيم الذي وصر عنا ما استنفر شبابه للدفاع عنه بعد اكتشاف امر الجنود ليحرق الجيب العسكري ويفر من داخله الجنود امام اعين الشبان المتصدين هذا الحال بقي مدة ساعة ونصف على الاقل والجنود بين المحاصرة والهرب في محيط مقبرة المخيم فيما كانت جيبهم قد احرق بالكامل ما استدعى وصول تعزيزات احتلالية اخرى لتخليص الجنود المحاصرين تعزيزات دفع الاحتلال بطائراته المروحية لمساندة الجنود المقتحمين وفي تلك المواجهات اصيب جنديان بجروح بالكاد استطاع اصعاف الاحتلال انقاذهم فيما منع الاحتلال طواقم الاسعاف من الوصول قدر الامكان حاولنا توثيق ما يحدث من داخل مركبة الاسعاف لكن الجنود اصروا على المنع واصرينا على التقاط مشهد الجيب العسكري المدمر على ايد الشبان خلال سحبه خارج ارض المخيم ونتيجة ارتفاع عدد الاصابات وخطورتها داخل المخيم اصر طاقمنا على الدخول الى قلب المخيم بمساعدة عدد من شبانه ليكن المشهد هنا اكثر خطورة وصعوبة قرابة سبع ساعات ومخيم قلندية تحت الرصاص والاقتحام والمواجهات العنيفة التي ارتقى فيها شهيد واربع اصابات بالرصاص الحي وست اصابات بالرصاص المطاطي والشضايا ظنوا ان دخولهم لن يطول فاحرقوا مركبتهم واصابوا عددا منهم وبذلك يكون المخيم الذي قدم اكثر من اثنى عشر شهيدا لن ينسى نكبته ومحتله من مخيم قلندية للاجئين شمال العاصمة المحتلة علي دار علي تلفزيون فلسطين